المسيح في كفر نحوم رح نتكلم عن تعليم المسيح في هذه المنطقة طبعا هذه المنطقة قريبة من جبل التطويبات والتطويبات مكان عزت المسيح على الجبل الموجود في إنجيل متى الإصحاح الخامس والسادس والسابع اللي فيها تكلم المسيح عن دستور الملكوت لرعاية الملكوت وأيضا في إنجيل متى الإصحاح الرابع مكتوب أنه لما جاء لكفر نحوم كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت وكان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب وكان يخرج الأرواح النجسة الشريرة هذه كانت خدمة يسوع المسيح في كفر نحوم وطبعا المسيح علم في شوارع كفر نحوم حول كفر نحوم حول بحيرة طبرية وهذه التعليم اللي جعلت الناس تزدحم حول المسيح كانوا يأتون من كل مكان لكي يستمعوا فينتفعوا ويستمعوا فيستشفوا أيضا من جميع أمراضهم كان أحيانا استخدم سفينة بطرس حتى تكون منبر تكلم الجماهير اللي مشيت وراه هاي كانت خدمته يعني خادم متجول في كل مكان لكن محور ومركز إرساليته كانت في كفر نحوم مكتوب عن يسوع المسيح كما قال نيقوديموس رئيس اليهود عنه معلما من الله ومكتوب أو كما قال يسوع عن نفسه تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيرهي وحملي خفيف ثم المسيح كان تعليمه بيختلف تعليمه جوهره مش قال الرباي وقال فلان وقال فلام أو عن كذا وكذا وعن فلان لا كان يتكلم بسلطان لدرجة أن الجماهير كانت تندهش من هذا التعليم العجيب تعجبوا في الناصرة من كلمات النعمة الخارجة من شفتي يسوع المسيح تعليم المسيح كان في حياة كلامي روح وحياة وكان بسلطان وكان تعليم المسيح مغير ومؤثر وشافي أيضا لأنه كان في سلطان وقوة في تعليمه وفي كلماته أنا موجود في مجمع كفر نحوم اللي اكتشفوه اللي علم وتكلم وصنع مجزات في هذا المكان مثلا بعض الأشياء اللي علمها يسوع في كفر نحوم المسيح علم أنا هو خبز الحياة وهو تكلم عن هذا الخبز أنه خبز السماء الواهب حياة للعالم وأنه ليس فقط النور الحقيقي ولكنه الخبز الحقيقي بالمقارنة مع المن في العهد القديم في حسب التلمود كفر نحوم كانت تشتهر بالحنطة لخصوبة أرضها واحد من أسماء كفر نحوم تلحوم أي تل الأحمر المقصود لخصوبة تربتها الحمراء في هذه المنطقة شيء آخر المسيح علم عن التواضع من هو الأكبر في ملاكوت السموات وأنه الأصغر هو الأكبر هو الخادم وعطى نفسه مثال لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كاثرين ثم المسيح علم عن الغفران عندما جاء بطرس وقال كم مرة أغفر لأخي إلى سبع مرات فطبعا جاوبه الرب يسوع جواب صادم أنه سبعين مرة سبع مرات يعني غفران بلا حدود علم عن أهمية الخروف الضال وأنك تجيب الخروف إلى الحضيرة ثم أتكلم وعلم عن عقاب لمن يكون حجر عثرة لغيره علم أيضا عن وجوده وحضوره كما قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط فعلم عن هذا الموضوع ثم أتكلم عن العثرة إن أعترت عينك إن أعترت يدك فاقطعها فإذن كل هذه التعليم الجميلة العظيمة كانت في كفر نحوم كان يعلم بسلطان تعليمه كان كافي وافي وشافي أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر